افتتح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت أعمال الدورة العادية المئة واثني عشر للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وأشاد أبو الغيت في كلمته بالدور الذي يتطلع به المجلس في إدارة كافة الملفات الاقتصادية والاجتماعية للعمل العربية المشترك وكذا الإشراف على الأجهزة العاملة في هذا الإطار وأضاف المتحدث أن أبو الغيت أكد على أهمية الدورة الحالية للمجلس حيث أنها تأتي قبيل موعد عقد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة والتي تستضيفها موريتانيا في شهر نوفمبر القادم